نجم البرتغالي ومناصات التواصل الاجتماعي في السعودية وفي العالم العربي وحتى في تونس وهوني كريسيانو جبد ليه الانظار في الماتش البرح ضد فريق الشباب في البطولة السعودية في الجولة 28 وهوني النصر كان انتصر بـ 3-2 على الشباب بعد ما كان خاسر 2-0 وهدف اللي سجلوا كريسيانو كان في دقيقة 59 بعد الهدف رينا مباشرة كريسيانو رونالدو دون كما يتعرف مشاه يحتفل مع زملائه خارج وبعدها قرر انه يسجد قبل ما يقوم بحركة الاحتفال الشهيرة متاعه اللي هي ينجز ويقولك الكلمة ذيك المعروفة سو وهوني كريسيانو اللي كان هبط منها رينستوري على انستغرام فيه سيلفي يشرب فيه في قهوة في كاس مكتوب عليه بركة دولة البارح النشاطة الفيديو هذية وقت اللي كان يسجد بعد ما مركى البونتو هذية ما اثار نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والتسئولات شنو كان يقصد كريسيانو بالضبط بالحركة هذية وعليش قرر انه يسجد هوني لوكاس اولنداريو واحد من مشاهير المشاجعين لقدم لكريسيانو رونالدو اللي اتبع فيه ميلي كان في خطواته الاولى في منشستر يونايتد انجليزي قال انه كريسيانو احتفل بالبونتو متاع اليوم بنفس الطريقة اللي صليوا بها المسلمين مشاه للجزيرة العربية واخذاها كل ثقافتها للعالم حسب تقديره وعدد من المتابعين قالوا انه لقتة كريسيانو توري تأثروا بزملاء واقتقامتهم فيها السعودية في مقابل مستعملين اخرين ونشطين اخرين ابدوا استغرابهم من طريقة الاحتفال هذه السجود اللي هو طريقا عرفوها يحتفلوا بها برشا لعبين مسلمين حول العالم الا انه كريسيانو كان وراء لحظات مايش مسبوقة من الاحتفال بعد ما مركى البونتو هذية والاستغراب ممكن كان بما انه كريسيانو ما قامش اطلاقا قبل بالسجود في مسير تورياضية بعد ما مركى مئات من الاهداف وهون العراق كانت متبينة فمشكون راء انه كريسيانو حبي يكرم المشاجعين السعوديين ويوري احترامه للثقافة الاسلامية والدين الاسلامي في السعودية ومن ناحية اخرى برشا رأوا انه كريسيانو حب يشكر ربي على الانجاز هذية وانه يكون يحاولي حسن صورته اللي قالوا انها ضرت ممكن شوية في المدة اللي فاتت بعض التصريحات المثيرة للجدل اللي صرح بها في المدة الاخرى بخصوص النادي والمدرب في نادي النصر السعودية اشتركوا في القناة